تفادياً لمشكلة تذبذب توزيع الكتاب المدرسي مع كل دخول جديد، وزارة التربية الوطنية تشديد على ضرورة استكمال توزيعه على المؤسسات التربوية قبل 30 من شهر جوان المقبل. جاء هذا في مراسلة موجهة لمديري المؤسسات التعليمية تلزمهم بضمان إيصال الكتب المدرسية لجميع التلاميذ في ظروف حسنة قبل الدخول المدرسي المقبل. عملية التوزيع وبحسب ما جاء في التعليمات تتم على مرحلتين. الأولى تتمثل في توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التعليمية، حيث يتولى ديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من خلال المراكز الولائية لتوزيع ونشر البداغوجي توفير الكتب المدرسية بالكمية الكافية والقيام بعمليتي توزيعها وتوصيلها إلى كل المؤسسات التعليمية قبل التاريخ المحدد. وذلك قصد تمكين التلاميذ من الحصول عليها بصفة مجانية أو اغتنائها من المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب. المرحلة الثانية من عملية توزيع الكتاب المدرسي تتمثل في استلام المؤسسات التعليمية للكتب المدرسية، حيث ينبغي على مديري المؤسسات التربوية استقبال واستلام حصص الكتب المخصصة لمدارسهم، وفق رزنامة الزمنية المحددة والمتفق عليها بين مصالح مديرية التربية والمراكز الولائية للتوزيع والنشر البداغوجي على أن لا يتعدى تاريخ الاستلام الأجال المذكورة.